طلابنا العزاء طلاب وطالبات توجيه 2008 أهلا وسهلا فيكم من جديد معي أنا الأستاذ عمرو ملكاوي في هذا الشرح المتواصل إن شاء الله لمنهاج اللغة الإنجليزية أول نقطة بدي أذكركم فيها أنه هذا الشرح للفصل الأول كامل مجانا على قناة اليوتيوب لأنه في كثير طلاب يبعثون لي هل الشرح رح يستمر أو لا طبعا الشرح متواصل إن شاء الله للفصل الأول كامل رح يظل مستمر ورح ينزل يعني مجانا على اليوتيوب للفصل الأول كامل فهذه الملاحظة اللي حبت أن أقوها عليها في البداية لأنه في كثير طلاب وطالبات بعثوا لي وسألوني بخصوص هذا الموضوع الآن زي ما أنتوا عارفين إحنا الآن متواجدين في الوحدة الثانية زي ما شفتوا تابعتوا معي من البداية من أول ما بلشنا بلشنا بالوحدة الأولى كملناها كامل إن شاء الله والوحدة الثانية بلشنا فيها بشكل متسلسل حفظيات قطع والآن موجودين في القواعد الآن القواعد الوحدة هاي زي ما تعرفوا هي تتحدث عن المستقبل وقواعد المستقبل قلنا في عنا جزئين في عنا قواعد للمستقبل للتحدث عن التوقعات وفي عنا للتحدث عن المخططات والآمال فإحنا موجودين في القسم الأول اللي هو أفعال المستقبل اللي إحنا منستخدمها للتوقعات يعني لما أنا بدي أتوقع حدوث شيء في المستقبل لأن أخذنا المستقبل البسيط وأخذنا المستقبل المستمر واليوم في هذه الحصة رح نأخذ المستقبل التام اسمه Future Perfect Symbol المستقبل التام البسيط طيب شو المقصود بالمستقبل التام البسيط؟ أنا هذا الزمن بستخدمه لما بدي أحكي أنه لما يصير مثلا 2030 رح يكون الشيء منتهي خلاص انتهى إذن يعني أنا بدي أحكي عن شيء مستقبلي بتوقع أنا في عام 2030 مثلا أكون كملت جامعة يعني هون الفعل رح يكون تم وانتهى في المستقبل في وقت معين أنا بتوقع أنه في وقت معين في المستقبل رح يكون الفعل انتهى فعشان هيك أنا بستخدم هون مضارع مستقبل تام بسيط تمام؟ فإذن هو فعل أنا بستخدمه عشان أحكي عن إشي هذا الإشي رح ينتهي تمام؟ سيتم الانتهاء منه قبل وقت معين في المستقبل إذن يعني بحلول هذا الوقت لما يصير هذا الوقت رح يكون هذا الفعل قد تم وانتهى طيب شو صيغته؟ شكل الزمن المستقبل التام البسيط اللي هو أول إشي في الجمل المثبته في الـ affirmative sentences بالأول بيكون عندي دائما فاعل هذا أول شيء بيكون فيه في الجمل لازم يكون فيه عندي فاعل لأن هون أنا بستخدم will بعدها have بعدها past participle اللي هو verb 3 إذن will بعدين have بعدين verb 3 هذا في الجمل المثبته فلاحظ هون موجود have هذه have لازم تكون موجودة في القاعدة تمام؟ الآن شوف إحنا القاعدة هي اسمها مستقبل تام بسيط صح؟ الآن شوف لي هاي have و verb 3 بشو بالذكرك؟ have و verb 3 have و has و verb 3 بشو بالذكرك؟ ذكرك بالمضارع التام صح؟ فهاي صيغة التام هون will هاي اللي ايش أنا بستخدمها؟ دائما بستخدمها للمستقبل فانتحفظها بهذا الشكل اللي هو مستقبل تام مستقبل تام أوكي؟ تمام لا في حالة الجمل المنفية في حالة النفي في حالة النفي دائما بكون عندي فاعل أنا فقط ايش will بنفيها بتصير want will مثبته want من فيه و بدأ استخدم هذا و ال verb 3 بعدها طيب للتفكير ال verb 3 عشان احنا ما نخربط ال verb 3 احنا بحكينا كيف بنعمله؟ نعمله حسب الفعل نفسه فممكن الفعل يكون منتظم تمام؟ فإذا كان منتظم بيكون ال verb 3 منه ايش؟ تصريف الثالث منه بيكون له ايش؟ تصريف معين حسب تصريف الافعال الغير منتظمة أوكي؟ فهناك تصريف فإذا بدي انتبع على موضوع ال verb 3 هذا للتفكير طبعا هذا الشيء حكينا سابقا تمام الآن في حالة ال interrogative اللي هي في حالة الأسئلة في حالة الأسئلة إذا كان سؤال WH question و احنا حكينا هذا سؤال أنا بستخدمه عشان اصر عن معلومات معينة ففي البداية أنا ببلش في أداة السؤال بعدين will بعدين subject اللي هو الفاعل بعدين have بعدين verb 3 بينما إذا كان سؤال يسور نوكوسن يعني الإجابة عليه يا إما يس يا إما نو هون ببلش بwill بعدين الفاعل بعدين have بعدين verb 3 فلاحظ أنا بستخدم will هون بغض نظر عن شكل الفاعل مفرد جمع ما بتفرق دائما بستخدم will مع جميع الأشكال اللي هي مفرد أو جمع طيب نيجي على القسم المهم هون اللي هو الاستعمالات لأن في عندي استعمالات معينة لهذا الزمن لأن هذا الزمن أنا بالشكل الأساسي بستخدم لأن أحكي عن حدث هذا الحدث سيكون مكتمل سوف يكون مكتمل سيكتمل سينتهي متى before a particular time قبل وقت معين متى في المستقبل إذا قبل ما يصير هذا الوقت يعني قبل ما تصير مثلا 2030 يعني بحلول 2030 قبل ما توصل 2030 مثلا بيكون هذا الفعل منتهي كمثال بيكون الفعل اكتمل الآن شوفوا لهذه الأمثلة in 100 years يعني خلال 100 سنة in 100 years time half the words languages يعني نصف لغات العالم لما تصير يعني بعد 100 سنة أوكي شو رح يكون إنو نصف لغات العالم will have disappeared سوف تنتهي يعني هذا الفعل اللي هو الانتهاء أنها تختفي اللغات رح تختفي قبل ما تصير 100 سنة يعني نحن نصف 2024 قبل ما تصير 2124 يعني نجيب ليها بشوي مثلا رح تكون اللغات منتهية هذا توقع توقع في المستقبل إنو هذا رح يكون خلص خلص تم وانتهى by next month يعني بحلول الشهر القادم يعني قبل ما نوفي الشهر I will have bought a new car رح أكون اشتريت سيارة ما رح يعدي شهر إلا وانا مشتري السيارة مكتمل أنا خلصت يعني اشتريت وانتهيت أوكي there late by the time we got to the station يعني بحلول الوقت اللي رح نوصل في على المحطة the train will have gone رح يكون القطار مشى إذن يعني هون الفعل رح يكون مكتمل إنو القطار رايح بس نصل القطار رايح فالفعل انتهى الفعل مكتمل ومنتهي تمام طيب ايش الكيبوردز اللي احنا نستخدمها مع هذا الزمن لا لاحظوا هذه الكيبوردز هي مستركة ما بين ما بين ما بين السابق اللي شرحنا له المستقبل المستمر زي اس مثلا buy 2050 يعني بحلول 2050 أو 2030 أو 2100 أي أي سنة بدكيها أو buy next year يعني بحلول السنة القادمة أوكي buy then تمام بحلول الوقت buy the time بحلول الوقت الفلاني buy وبعدها أي إشي بالدكية هون هاي باي معناها بحلول يعني لما يصير 2050 لما تصير الساعة ستة لما كذا فشيء مستقبلي أوكي in وبعدها برضه زمن in 10 years في خلال عشر سنوات عشرين سنة طبعا هون 10 بغيرها عادي أي رقم عشر سنوات خمس سنوات تسعين سنة وإلى آخره two months شهرين أو six months ستة أشهر أو إلى آخره أيضا buy the time زائد verb one الآن هذا اللي بيميزها هذا اللي بيميزها دول أنه يعني بيكون فيه بالجملة فيه عندي verb one اللي هو فعل مضارع بسيط فعل مضارع بسيط يعني buy the time وبيكون فيه عندي verb one هون أنا بستخدم إيش؟ بستخدم مستقبل time بسيط اللي هو موضوع حديثنا طيب نشوف أسئلة مقترحة buy next month they the new bridge إذن بحلول الشهر القادم لما تصير الشهر القادم they complete the new bridge بيكونوا قاعدين بيكملوا شوف إحنا هون عشان نفرق لأنه المشتركات صح؟ مشتركة ما بين مستمر وبين تام فأنا عشان أفرق أنا هون على المعنى بدأ أشوف هل الفعل رح يكون مستمر ولا رح يكون قد انتهى فبحلول الشهر القادم هل رح يكونوا قاعدين بيكملوا بالجسر الجديد ولا بيكونوا قد اكتملوا منه أكيد مش بيكونوا قاعدين بيكملوا فيه لا بيكونوا خلصوا كملوا وخلصوا معتوا بستخدم مستقبل تام they they will have completed طيب she finished her homework before dinner طيب الان هون عندي الجملة شوف تحكي she finished her homework يعني أن تكمل الهومورك تبعها الواجب تبعها before dinner قبل العشاء إذن قبل ما تتعشى شو رح تكون عاملة رح تكون مكملة الواجب تبعها مخلصيته تمام بذكرين before hi احنا تحدثنا عنها سابقا وقول لكثير احنا مستخدمها مع الأفعال التامة انه قبل حدوث شيء بيكون هذا الشيء الاخر قد اكتمل وانتهى تمام فهون الفعل مكتمل قبل ما تتعشى قبل العشاء هي رح تكون مكملة شغلها مكملة الهومورك تبعها ف she will have finished يعني سوف تكون قد انتهت ستكون قد انتهت من الواجب تبعها قبل العشاء تمام طيب شوفوا لي هون جملة سبعة she she learned to play لبيانو by the time she turns verb 1 by the time وبعدها شو؟ بعدها عندي verb 1 فهاي مباشرة مباشرة بس اشوف by the time وفي عندي verb 1 في الجملة مباشرة معاتو هاي انا بستخدم فيها المستقبل التام البسيط فبالتالي she will have learned learned تمام to play the piano طيب مثلا جملة 9 by the end of the day يعني في نهاية اليوم write 10 اميل بنهاية اليوم بكون قد انتهيت من كتابة 10 اميلات يعني i will have written تمام تمام شوفونا كمان جملة by the time the movie starts يعني بس يبلش الفيلم لاحظ by the time وشو في عندي هون في عندي starts verb 1 مباشرة وشو بدي استخدم بدي استخدم مستقبل تام she will have و arrived بعملها فيرب 3 اللي هو arrived فبهذه الطريقة انا بحل على يعني الاسئلة اللي بتيجينا على المستقبل التام بدي انتبه على شغلة انه بعض الكلمات الدالة مشتركة ما بين المشتمر والتام ورح تكون مشتركة كمان بالزمن اللي بعديه فبالتالي عشان افرق انا انا بفرق من خلال الاستخدام لانه عندي طريقتين عشان انا احل الاحل يعني التنس المناسب كيووردز بتساعدني والاستعمالات اهم وفي هذا المنهاج هم بركزوا اكثر على الاستعمالات فانت بدك تحاول تفهم الجملة مضبوط تحاول تفهم هل الفعل بعده مستمر ولا الفعل منتهي اوكي في المستقبل طبعا لانه اخرنا في الدرس الماضي اللي هو المستقبل المستمر وهون المستقبل التام الدلائق المشتركة شو بصفي بصفي بدي اقرأ الجملة وافهمها وحللها اشوف هل الفعل منتهي ولا الفعل سيكون بعده مستمر في المستقبل اوكي يعني هل الفعل راح يكون قد انتهى مثلا في عام 2030 ولا سيكون بعده مستمر في عام 2030 ببين معاك من معنى الجملة تمام تمام هكذا نكون كملنا درسنا لهذا اليوم خفيف لطيف ان شاء الله قاعدة بسيطة تتحدث عن المستقبل التام ان شاء الله في الدرس القادم نأخذ الزمن الجاي من أزمنة المستقبل اللي بنستخدمها للتوقعات الله عطاك والفعافي